السلام عليكم أعزائي المشاهدين اليوم موضوعنا حيكون من برنامج قابل للإستئناف هو عن الأسرة المثالية الأسرة المثالية هي الأسرة أصلا هي مجتمع مصغر من مجموع المجتمع بأكمله اليوم إحنا شون نبني أسرة مثالية طبعا الأسرة لا تبنى على أساس علمي ولا على أساس فلسفي ولا تبنى على أساس المال وإنما تبنى على أسس أخلاقية يعني مبادئ أخلاقية نحث أولادنا على التمسك بالتعاليم الدينية لأن الدين هو أخلاق يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثته لأؤتمم مكارم الأخلاق اليوم أنا من أعلم ابني أو بنتي على مبادئ الدين الصحيح اللي هو يستمدها يعني الأخلاق أخلاقنا نستمدها من ديننا الصحيح فراح يكون الأسرة تكون سوية الفرد يكون سوي بذلك نصنع من المجتمع مجتمع السوي أيضا نعطي لكل طفل يعني على حدة وقت كافي نستمع له نتقرب منه أنا كأب أو كأم لازم أكون صديقة وبنفس الوقت أمارس صلطي كأب يعني أكون لا أكون لين جدا ولا أكون قاسي جدا يعني أعلمه على أنه هو يحترم على الاحترام يحترم الكبير يعطف على الصغير يحترم القوانين قوانين الدولة الأنظمة حتى يعني القانون يعني مثلا حتى مبادئ خنقول حتى بالسياقة يعني مبادئ السياقة بالمدرسة شون يتكلم مع زميلة يبتعد عن الأماكن المشبوهة أمارس معان رياضة بصورة يومية مثلا حتى أعلمه حتى نطبخ يعني معا سويا يعني مثلا للأب والأم يعني الأب ما يستنك فيقول لا أنا رجال ما يصير أنا أطبخ ويا الزوجة لا نطبخ كل ما نحن سويا يعني ليش حتى نعلمه على شنو روح المساعدة والمساواة هنا راح يكون الطفل ينشئ بيئة صحيحة مو مريضة يكون يعني فرد سوي بالمجتمع يقدم مجتمعه حتى من يروح للمدرسة راح يعكس شنو تربية البيئة اللي هو يعني خرج من عنده يعكس تربية والدي هنانا إحنا شون نصنع من هذا الطفل بالتالي نكون إحنا إسرة مثالية نعلمه أيضا على أنه يعني المبادئ الأخلاقية أنه ما يكذب يكون صريح ويايا يعني كأب ما يخاف مني ما أمر السلطة الأبوية أنه أنا أخوف ابني من عندي بحيث ما يكون قريب مني لأنه إذا الإبن خاف من أبو أو من أمه راح يلجأ الغير يعني الغير ناس يجوز يقع في براث جريمة براث تعاطي مثلا بالمخدرات أو مسكرات أو إلى آخره راح يختلط بمجتمع غير سوي أو يروح مثلا على السوشال ميديا ونعرف إحنا مخاطر السوشال ميديا كل الزين فأني أبعد من هذا الجو أقرب إلي فأكون مثل ما قلنا سابقا أكون يعني إنسان وسط يقول خير الأمور أوسطها أكون صديق الأبنائي أنطي من وقتي الوقت الكافي لكل طفل على حدة يعني أعلم على الروح التواصل مع الأقارب مع الأصدقاء مع الجيران يعني على نص المبادئ الإسلامية حتى حثونا أنه ما يكون قاطعين للرحم يقول الرسول الكريم لا يدخل جنة قاطع فأني أعلم ابني أنه يكون عنده تواصل مع الأقارب أنه يكون ذو أخلاق سامية هنا أنا أكيد إحنا راح نصنع مجتمع سوي من خلال أنه أنا أسرتي سوية لأنه ماكو قانون اليوم يقولك لا إلا أنت تصير أسرتك يعني لازم تكون أسرة مثالية القانون هو ما راح يعني منعك أنه أنت تكون مثالي ولا راح يفرض عليك فدع عقوبة معينة إذا أنت أسرتك ممثالية أكيد الأسرة الممثالية راح تكون بها مشاكل بالتالي انفصال بين الأب والأم من راح يكون هناك انفصال راح يضيع الأولاد لازم يكون هناك تفاهم وانسجام بين الأب والأم ما أطرح مشاكل قدامهم فراح يكونون هما قريبين أنا من أنشر البهجة والسرور بين عائلتي وما يخافون من عندي ويعتبروني صديق لهم أكيد أكيد راح يكونون قريبين مني ويطرحون مشاكلهم بكل عفوية وحتى نقدر نساعدهم وبذلك راح نصنع أسرة مثالية وبالتالي مجتمع سوي ومثالي